بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلاب قسم الأحياء في كورية العلوم جامعة الملك خارد التحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعرضه بنتكلم في الكوردات مقرر حبليات على البرمائيات أو في الأمفيبيا طبعا فيها عندنا الأول الأمفيبيا زيها زي الأسماك وتبقى تبع مجموعة الأمنيوتا الأن أمنيوتا اللي هي اللا رهليات يبقى الكائنات الجنسيuckera والفق اللي هي الفقية اتقسمت لمجموعة لا رهلية ومجموعة رهلية زي ما اكلمنا قبل كده قلنا اللا رهليات اللي هي لا تمتلك غشاء يحيط بالجنين اسمه غشاء الرهل أو الغشاء يحيط بالجنين والأمنيونعتا طبعا هي اللي بتحتوي على الأمنيون أو الغشاء الرهلي اللي بيحيط بالجنين الأسماك والبرمائيات دول رهليات أن أمنيوتا والزواحف وطيور والثاليات دول أمنيوتا يعني رهليات فبنبدأ الأول في طائفة البرمائيات اللي هي الكلاس أمفيبيا أو اللي هي البرمائيات سنائي أمفي البرمائيات هي أول الحيوانات الفقرية التي بدأت تتحور لكي تلائم المعيشة على اليابيس خلاص هنسيب الميا ونطلع نعيش على اليابيس البرمائيات من حيث التركيب الوظيفة تقعب ما بين الأسماك اللي بتعيش في الماء وما بين الزواحف اللي بتعيش على الأرض يعني أول كائنات تعيشت على الأرض اللي هي الزواحف فأنت عندك ما بين الأسماك وما بين الزواحف حلقة الواصل اللي بينهم اللي هي البرمائيات اللي بتجمع ما بين صفات الأسماك وصفات الزواحف فيها بعض التحورات اللي بتلاقي طبعا الحياة على اليابسة زي زي ظهور الأرجل خلاص مش هنعوم بالزعانة فيبقى فيه أرجل المش على الأرض فيها هرئات عشان يتنفس هواء الجوي فيها فتحذر الأنف الخارجية اللي طبعا بتنقل الهواء إلى التجويف الداخل للفم وفيه أعضاء الحس المختلفة اللي بتعمل على اليابسة وفيه الماء في آن واحد أعضاء الحس طيب النوضة التانية اللي هو تقسيم طائفة البر مايات عندنا الكلاس الموجودة لها الأنفبيا هنقسمها إلى أربع رتب الأوردر الأولاني اللي هو الأوردر الأولاني ده اللي هو أوردر بسموه أول هي رتبة مصفحة الرأس هي عبارة عن برميات طبعا منقردة خلاص معدش موجودة لها دروع على الرأس ولها ذيل وزوجان من الأطراف الرتبة اللي بعد كده اللي هي رتبة الذايليات اللي هي دي يورو ديلا اللي هي تشمل طبعا نيوت والسلماندر ده نيوت وده السلماندر لها ذيل طويل طول حياتها طبعا والأفراد هزوجين من الأطراف متوسوين في الحجمات ليه الطرف ده يسوي الطرف ده ويحتفظ بالخيشيم طول فترة حياتها يبقى الخيشيم ما تحورتش بقت ايه إراءات فعل الخيشيم موجودة طول فترة حياتها بيسموها بيسموها نيوتوني ولها جهاز خط جانبي زي عز الأسماك مثل إيه الأسماك ده بنسبة للبرميات الزيلية او اليورو ديلا زي النيوت والسلماندر ده اللي برينس دونتس وده الكائن اللي هو المفلطة ده مصفحة الرأس اللي احنا شاولنا عليه أول ردبة وده كان كائن ويه من البرميات المنقاردة الردبة اللي بعد كده رقم ثلاثة اللي هي ردبة اللا ذيليات يبقى أنا عندي مصفحة الرأس وعندي الزيليات وعندي اللا ذيليات واللي هي الإبسموها الأونيورا الإن يورا تقسيم طائفة البرميات زي ما قلنا فيه ردبة اللا ذيليات او الإن يورا وده الأوردر اللي هو المنتشر الوقت طبعا أكتر حاجة في الإيه البرميات وده طبعا يشمل إيه الضفاضع اللي هي الفروكز خلاص ويه العلاجيم اللي هي التودز من عند الفروكز وعندي التودز ودول طبعا من الإيه اللا ذيليات البرميات اللي هي الملحاج ذيلي زيلي ضبطع طبعا ملحاج ذيلي هنا ذيلي كان موجود في سلماندر أو نيوت الوقت فما فيش هنا إيه ما فيش ذيلي هنا والإيه ده اللا ذيليات زي التودز والفروكز فيفقد الحيوان ذيليه في الطور اللي هي البالغ والجزع طبعا طبعا بعريض والأطراف الخلفية أطول من أطراف اللي هي الأمامية هتلاقي دول أطول شوية من دول طبعا لأنه بيستخدمهم في عملية اللي هي الدفع والقفض يعني ولا توجد خياشين في الطور اللي هي فعمل زي نيوتن لما قلنا أنه كان بيستمر خياشين طول فترة طيب برضو آخر ردبة دفعونا هم أربعة لردبة اللا قدميات الإبودة يبقى أنا عندي مصفحة الرأس وعندي ذيليات وعندي اللا ذيليات وعندي اللا قدميات إبودة هي حيوانات دولية الشكل ليس لها أطراف وعيونها ضمرة وتعيش مدفونة في الأنفاء التي طبعا تحفرها في الطربة طبعا عينها ضمرة لأنها بتعيش في أنفاء في تانيلز أنفاق وأنبيب في الطربة فالحاسة الأبصار تبقى ضعيل ولا هذيل قصير ولا قشرة عظمية دقيقة يغطيها الجلد ومنها عائلية السيسيليا وعائلية الإيشيني سوفيس ده أمثلة ل اللا قدميات اللي إحنا بنقول عليها لتأسيم البر مائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته